أمام مواصلة تنكر وزارة التربية لاتفاقيات المبرمة بينها وبين نقابات التعليم ومواصلة سياسة المماثلة في المفاوضات قررت نقابة التعليم الأساسي الدخول في إذراب في الخامس عشر والسدس عشر من الشهر الجاري وقد بينا الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي أن وزارة التربية هي المسؤولة عن كل هذه التطورات وفي صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب فأن النقابة ستتخذ أشكال نظلية أخرى بالرغم من هذه الاختلافات فإن نقابات التربية والتعليم بينت أنها ستعمل على إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية